بقولك إيه؟ اسمع بس سبك من أي كلام أنت خلاص هتجي تعيش معي هنا في الفيلا هتجي تعيش معي هنا سبك من شغل الحارة بقى والحوالي ده خلاص ظبطت على الآخر ماشي ماشي أما أبقى أشوفك سلام ما يا أحمد لعبت معاك ولسه اللي جا يا أخلا مش معنى إن كبيرتي يعني أولادي ينبقوا في السن ده إن خلاص حياتي انتهت لا 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 إن أنا وإن شاء الله أعيش حياتي بآخر لحظة فيها بالطريقة التي تتناسبني أنا حاولت حاولت كتير أفهمها إن أنا بحب الحرية والانتلاق فيها إيه يعني لما نسافر ولف العالم فيها إيه يعني لما نعمل الحاجات اللي كنا بنعملها وإن عندنا عشرين أو تلاتين سنة إيه المشكلة ولا حاجة بس يمكن هي طبيعتك لا لا أنا عايز اللي يعيش معايا حسسني إن أقدر عيش إن الدنيا لسه فيها كتير مش عيب يعني إن أحب الدنيا وأحب الحياة وأحب عيش مش عيب بالعكس جريت الناس كلها زيك وبالتفاقل ده أنا سعيد أوني تعرفت عليك حاسس كده إنك قريبة مني بتعرف أكتر حاجة بتعجبني فيك إيه؟ صوبة صوبة كنت بتعزيف على البيانة إنتي حتبقي هيلة في العصر ذي جات أكيد يعني أه طبعاً مين؟ دي أختي إيه ده؟ الله ده أنت يعنيك حلوة أوي مين؟ عادل بيقومي الساء الخير تلاقي إيه بيهاضر؟ إنتي عارف عادل طيب السيدة بيننا مش هنا أما الفين سمر؟ خارجت أستاذ علاء جي وخدها طب وسيدة؟ كانت هنا وبعدين خارجت هي كمان أنا عارفة الولاية دي راحت فين؟ راحت فين يا كاميليا ها؟ هقولك بعدين وإنتي مالك شايلة طيجن ستك إنتي كاميليا؟ أصلاً مجدي مبيردش علي نعم يا أختي لا ده كده الأمور التوارض خالص باتصل بمجدي مبيردش أصلاً قلقانا عليه قوي هو فيه إيه؟ أنا بس خايفة عليه آه وبعدين؟ أنا خايفة يكون حصل له حاجة يا كاميليا أنتم مش عارفين يعني إيه الواحد يكون حس أن هو ضعيف ومريض كل دقيقة بتعدي عليه وكأنها سنين طب ما تتصل بيه تاني ما جايز نايم ولا حاجة؟ بكرة حتشوفيه في المستشفى ما هو بكر إجازة طب لو ما ردش نروح نسأل عليه خايفة عليه؟ أوعي تخبي أو أوعي تكوني مكسوفة من مشاعرك ما تخبيش مشاعرك ولا إحساسك حتى لو كانت مشاعرك تغيرت من فكرة أنه الدكتوري اللي بيعالجك وبقت أي حاجة تانية أهم مش عارفة يا كاميليا مش عارفة يا كاميليا لا أنت لازم تعرفي كويس وتعرفي أنت رايحة على فين؟ هي مستايبة أنتوا عارفين إيه أحلى حاجة حصلت النهاردة؟ إيه؟ أني تكلمت مع موني حسيت أن الدنيا وسعت علي ما بقيتش خايفة من حاجة ولا قلق أنا من أي حاجة تصوري أن أنا بعد ما خلصت كلامي معاه كنت شافت أن أنا بحب أحمد أكتر من الأولب كتير لا يا شيخ أنت بمولت ليش كده؟ ما أنا لسة بقول أن أنا حسيت كده بعد ما خلصنا كلام مع بعض حسيت أني فتفت بكل حاجة جوا قلبي مخوفيني ما بقيتش حاسة أني خايفة من حاجة عشان كده أنا بقولك لو شايف أن الدكتور مجدي هو مناسب لك وأنت عايزاه قوح تبعدي عنه حتى لو هو بععد أنت عمرك ما هتحبي ميت مرة هتحبي مرة واحدة بس ومش هتعيش غير مرة واحدة بس والرجل لما بيبقى جنب الست ما بيجيش غير مرة واحدة بس عارفيني أنا كنت عيش حياتي كلها متوترة وحزينة وحزينة وعلى طول سايبة بيتجوزي وعادة معاكم عارفين ليه؟ ليه؟ عشان طول الوقت كنت بفكر في أحمد طول الوقت كنت بقولي نفسي لو كنت تجوزت أحمد أكيد كنت حبقى أسعد من يوم ما تجوزت ما بفكرش غير فيه حتى لما بخرج أنا وجوزي كنت بفكر في أحمد لما كنا بنسافر كنت ببقى بس مع أحمد باختصار عيش حياتي كلها مع أحمد بس أنت حياتك كانت صعبة قوي كده يا كاملي ولي كنت ميتها طب فريدي كنت تجوزتي أحمد وتلعم إزاي ما كنت عاوزة عمر عقلي ما كان حيقبل الأفكار دي لأن الأحلام والمشاعر الجميلة اللي حسيت بيها الأول مرة كانت معاها تعرفوا أن أنا في اللحظة حسيت أن أنا بتمنى أن يموت أو أن أحمد هو لي يموت اللي الترجاع دي؟ كراهت نفسي أول جوازي من كتر ما أنا كنت أحسى قد إيه أنا بعيدة عن الرجل اللي جوزته وقد إيه قريبة من حد تاني حتى لو كان في خالي كل اللي كنت بحاول أعمله إني أبهني أكون طبعية سعيدة وبسوطة طب إزاي يا كامليا؟ إن أنت كنت بتقولي إنك بتحبيه وإنه كويس أيوة إن أني كنت فكرة إن هي دي حياة دي هو دا شكلها كنت خلاص اتقلمت عليها وكنت موافقة أقولك على حاجة ما حاجش يعرفها إيه؟ بابا بابا تكلم معايا كلام غريب قوي كلام لدرجة إنه حس بي وبقيت بقول لنفسي أنا عملت إيه علشان يحس بي للدرجاتي عارفين قال لي إيه؟ عندك إيه؟ قال لي أحبي نفسك يا كامليا أحبي نفسك وما تقليليش منها مهما كان قال لي الست لازم تحب نفسها عشان تبقى غالية ويبقى صعب أي حد يوصل لها قال لي الست لازم تحب نفسها عشان بتبقى جنة على الأرض بتبقى غالية على روحها وغالية على حواليها طيب إزاي حس بيكي؟ وإحنا حتى ملاحظنش مش عارفو بابا طول عمره بيحس بينا كلنا درجة إني كنت بقول علي بخيوي مخيوي موسيقى كيف تفكر أنت تهاجر؟ أنا أقول لك الموضوع جزي لما كنت طالف في الجامعة أنا ما كنتش طيق حاجة خالص في البلد آه والله زي ما بقولك حتى الناس كنت حاس أنها مستحيلة أنها تتغير بس بعد ما خلصت الجامعة واشتغلت في الصحافة واحتكيت بالناس صممت أن مهمتي تكون تغيير الناس مصلحة كتما يعني آه وخبير سياسي كمان حسناً، وانت تخيلني أن السياسة بعيدة عن الناسناعة لأ خلص أنا أنا شخصياً مثلاً محافظ على مكانتي دي لحد دلوقت وما حدش يقدر يقرب لي لي لأي؟ عشان أنا مع الناس الناس بيتدافع عني لو أي حاجة حصلت لي أو أي حد هاجمني ولو اختفط شوية بيقول وهو راح فين؟ صدقيني القوة الحقيقية أنا بستمدها من الناس نفسون سوريا أنا سأقول لك كده لكن أنا أي كلام بسمعهم السياسيين بيبقى كلام وحش جداً لا، ليس كلهم، معلش انتي دي مكلتيش طيب صراحة عمنا دايت بس لأن خطرك هكو الجزر وقيور حسناً سيد الخير أهلاً، سيد النور سيدك قاة مثلناً الحاند لله أنا أحمدole ماذاك يا عبد؟ ماذاك يا عبد؟ غريبة يعني يعني بشوف حياتك تطلع في التلفزيون وتتكلم عن الحياة الطبيعية والحياة اللي هي بعيدة عن البزخ وكده وفجأة لقيك في مكان شيك زي ده طب وفين المشكلة؟ أنا مؤمن بكل كلمة بقولها ومش معنى أن أنا موجود في مكان زي ده أبقى بقول عكس اللي أنا مؤمن بي لا خالص سواء ساعاتي يعني الواقع بيفرض عليك بعض الأمور بيخليك تتماشى معاها أي طبعا أكيد يعني مثلا أنيسة مروى عشان عود معاها ما ينفعش أخدها في قهوة بلدي مثلا أيوا فعلا أنا عندك حق ساعتك وإيه بقى المعضيع بينك وبين مروى؟ إيه أنت دايقت لما شفتها قاعدة معايا لا 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 أحمد ما يقصدش أنا عارفة طريقته ويقصدش طبعا خالص والله أنا مقصدش أملا أنا بس يعني من بابة تفتيح الكلام مش أكثر أنا مبسوط جدا بصفة جميلة دي معيني مؤمن أني ما فيش حاجة أسمع صفة بمعنى إيه؟ بمعنى أني موابلة حضرتك أكيد لها معنى كبير مش فاهم علش يعني حاضرتك رجل سياسي وأنا رجل اقتصاد فالشركة اللي أنا شغال فيها أقصد الشركة اللي أنا مشارك فيها يعني محتاجي من مستشار سياسي عشان يعني يقول لنا الأوضاع السياسية اللي ماشي في البلد وقد إيه ممكن تأثر على الوراء الاقتصادي اللي عندنا في الشركة فاهمني حضرتك طبعا فاهمك يا متو أحب التعشى إيه؟ ولا أي حاجة شكرا لازم إيه؟ إيه رأيك بقى في المكانتة؟ حلو حلو إيه؟ وأنا جايبك المكانتة كله والشجاكة دي كلها وتقوليلي حلو أنا بس عشان تعرف جلوتك عني قولي يا متوالي أهو أنت شغال إيه مع أحمد في الشركة؟ أحمد؟ أه أحمد أنا أنا زي ما تقولي كده السكريتير الخاص أنا سكريتير الخاص سكريتيره إيه؟ في إيه؟ ماشي في أفريات أحسك عايزة تقولي حاجة لا أبدا قصة أنا عارفة يعني إنك إنت سبف اللحمة في دي الوقت ولولاك إنت ما كانش بقى في اللي هو فيه؟ يلا الحمد لله كل واحد بيكون نصيبه بقى وإنت بقى نصيبك تفضل تطلع الناس لفوق وتفضل إنت لتحت أنا كنت فكرة يعني إنك شريكه مثلاً شريك؟ أه؟ على فكرة أنا شريك أحمد أساساً أيها يعني فيه ورق فيه حاجة بتثبت إنكم شركة مع بعض ولا هي الحكاة بققي؟ فيها فريان هو إحنا جايين نقعد مع بعض في المكان ده وقعدين نأكل عشان نتكلم في أحمد والشركة خلص والله إنت فهمتني غلط أنا بنصيحك وإنت حر وإيه فايدة النصيحة فريان؟ مفيش أنا يا أخويا ما بحبش الظلم آه ما حبش حد يبقى لي حق وما ياخدوش أبو أنا حق إيه من وجهة نظر؟ أنا ما عرفش إنت اللي تعرف أنا على حد علمي بتكلم بمعننا بقى بنتكلم عن مصالح بعض وبنخاف على مصالح بعض فأنا عايز أقولك على حاجة قول أحمد مش معنى؟ انت فهمة أصدق ولا حاجة زيه زي أي حد أنا بس كنت أقفش علي من اللي حاصل بس خلاص لازم أستفد منه بس؟ بس ما هو مش معقولة يعني أقف جانبه وفي زنقته وهو بيدل وبيه ونفضل زي مانا دا قدر انت تقولي تاني بقى عشان الكلام دا كبير بس يا متولي أحمد دا كان إيه؟ ولا حاجة ولو أنا كنتش هدت مع بلحة كان زمانه مرمي في اللومان دلوقتي ولا لو ما كنتش متأكدة وعارفة كويس ان انت اللي وصلته للهوة فيه كان زمانه صايع وضايع يبقى نسيبه بقى ياكل الفتى لوحده؟ ولا المفروض يغرف لنا؟ لا طبعا ازاي؟ المفروض احنا نغرف لنا في سنة حلوة قوي تعجبني كده أنا مش بشككك فيه ولا حاجة هو لحد دلوقتي ملعبش معانا الدنيا بس لو فكر بقى يلعبها أنا مش هسكت فريال لو قلتلك ان انا عايزة عايزني ازاي يعني؟ نتجوز اوه طبعا طبعا يعني وانت بستعجل ليه؟ واحدة واحدة؟ يعني نفهم ان كلمك دنك موافقة اوه بس يعني واحدة واحدة يعني بعدين كل بقى الاكل برد يعني ماشي هاكل بس يعني انا ماشي خلاص هاكل مش هارفون الكي والله ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مين جوا؟ مفيش حاجة أعبر كنت بغير ردومي مين مع الضوء يا خامي؟ مفيش حاجة أنا كنت معالي التلفزيون بس وأنا بغير ردومي في ايه مالك؟ كنت فيه؟ تفتمره مابنتي مبعملش حاجة أقولي كنت بغير ردومي كنت قلتيني نازلة وحاجة إنا احتمال أتأخر طب أنا عالقتي فوقتيني مابنتي تعالي بس نوع بحاضة شو أنت كنتوا عشاني أوقت؟ تعالي لو حاجة تعالي بولي جيب مالك؟ 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 مالك ما ت vague لت أيها الأحدة؟ مالك بخطة مالك بقولك مالك؟ 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 هالله قريب أ؟ مالك؟ أتني بحضنًا بالMa 먹는�bringen انتوي الجيمة هي أحسن صفة في الدنيا على السرم مالك فلنصرا لها كان ولا تتكلم مالك؟ إيه اللفظ اللي ممكن يتقال على واحد زيك؟ تحني سوالي تقدري تقولي فتل مش أكتر تصوريش يا قايتم أنا دي إيه بحب الحرية وخصوصاً النوعية دي لما بعض مع واحدة منهم بحس أني باملوك الدنيا وما فيها يا أخي تكذف من نفسك اعتذر على القلب ليه هو أنا عملت إيه غلط إحنا من قبل ما نتجوز وانتي عارفة عني كده ولما واجهتيني ما أنا فتش صح وأنا غلط صح صح فعلاً أنا اللي قلت له أني تجوزت وحد زبالة زبالة؟ انت تجنينتي ولا إيه؟ تجنينتي؟ ايه عارفة مني؟ تعاني هنا انت رايما على فين؟ مفيش تروح من بيت ده اللي أبعيزني تنسيطني كبيرات ولا إيه؟ والله هقولك على إيه تعمري إيه؟ سمع؟ أهلاً وسهلاً بسم الله الرحمن الرحيم فيها علميسة في إيه أنت مش أنا؟ هاتف من الآخر يا سيدة إيه من الآخر ايه الكلام ده؟ لا بقولك يا حبيد اسمعيني كده كويس أنا مروة غير إخوتي كلهم يعني أنا ممكن أن أمسك فيك دلوقتي وأعمل معاك يا مصيبة أنا اللي ديني أو ينرفيزني وأنا جاي من الشغل وتعبني ما بسيبهوش في حاله حتى لو كان إنت يا سيدة طب يا سانيورة بهدوء كده؟ كنت فيه؟ عايزة أعرف أنا كنت فيه؟ أه، عايزة أعرف عشان قلبي يتطمن وارتاح حاضر، هقولك أنا كنت فيه يا حلوة أنا كنت مع أحمد ابنك أحمد؟ مم مم وأتعبقينا أحمد شijkeожة والصراحة أكنت بأكل ممحmailة عارف أدفع حساب كم؟ كتب، يا لوي ألف جنياك مش بس كده ده أنا سمعت كمان أنّ ابنك أحمد أشاء الله الله أكبر كده عايز في فيلا أنا ما تشرح القلب وسايبي كنت هنا مرمى في الحرة المعفنة دي يا ن 잘� advertين بتين إيه ده ؟ أقولك ايه؟ إيه؟ أصيدي تعنيه يا سيكة أخدا شايف؟ شايف أكل الناس الأغنية؟ أغنية يا عمّة فين الفول والطعمية؟ الفول والطعمية؟ الله يرحم الفول والطعمية والدم بتعملي عني بذات العربية يا سيّلة شايفت الأكل ده؟ شايفت الأكل ده؟ وديت الصورة وعنين شوكة وسكينة دي؟ تغمس يا عمّة يا عمّة ناكل جيدة يا عمّة كل ما عرفك خيار زتون تقول يا عمّة ألف عام بيك يا يا عمّة لازمة مش البد راح فين عندي مشوارة مهمة لازمة أعمل مش تيجي عالشركة؟ هبقى لازمة بعد كي عالشركة بيش أنا أخلص في طهرة وأروح عالشركة على الأرض ما عايزك تاخد راحتك؟ قاعد هنا برطع عندك حمام سباحة ايه؟ انزل فيها عمّة أهلك برضو ما نزلو خد دي وأنت في الطريق أقات عمّة أهلي عمّة أكحق وما فين أهلي ما تجيش أنت وعادي معانا في البلّة دي يعني حتى قدرت تعملي الورق دي من غير مروحة؟ أه أصلي الموظف شنو الطلبة صاحب لا يا شيخ طب أقولك إيه؟ هم طلبوني أربع صور يا عمّة أقولي خمسة يا عمّة أقولي أربع طب إنت هتكسر إيه؟ أمّة أخذ واحدة زيادة مش أحسن ما يطلبها مني وما تكونش معاي؟ أمّة أمّة أعندك حمّة صح؟ ماشي خمسة يعني هتجيني الخمسة؟ ما خلاص يا عمّة أقولنا خمسة شكرا 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 صباح خير صباح نور يا سامح ازايك عامل ايه فاض ايه تليفونك اللقني بصراح انا مش فاهم حاجة من ساعة موضينا العقود يعني ايه دلوقتي احنا عملنا الشراكة ما بين شركتي وشركتك مظبوط وسبتلك حق الادارة انا مش شايف اي شغلة عمي وخايف الموسم يضيق على ايه واخسر كل حاجة ده على اعتبار يعني انك كنت بتكسب ومخسرتش الموسم اللي فات الجلد والسقط لا الموسم اللي فات كنت كنت ماشي كويس اوي اه وبعدين بص انا مش ده اللي قلقني الاتفاق اللي بنا مش هو اللي قلقني انا هيقول اللي قلقني تكون ايطم دايقتك ولا زحلتك وانا بصراحة مش عايز حد يضيقك ولا يزعلك يعني ايه يعني سيبك من حكاة المكسب والخسرة دي لان انا عارف موقفك المادي وموقف شركتك من قبل ما انضوم الشركتين لبعض انما بقى كل اللي انا مش عارفوه انت عايز ايه توصد ايه يا سامير بي توصد ان انا نصب يا رجل نصب ايه اللي انت بزوله ده ايه ايه عايز توقف على رجلك من تاني ودي حاجة كويسة قوي وعشان كده انا هعمل معك جديل اتفاق جديد شوف ايه شوف ايه سامح انا كل اللي اهميني دلوقتي شركت اللي انا بعملها برا وخلاص ما بقاش فيه سوق هنا ينفعني وتعبت تعبت من كتر الصدم مع قايتن وزينب خصوصا يعني ان اللي بيحكم العلاقة بيننا مسائل شخصية يعني يعني انت لو تحب الدير الشركة دي من النهاردة انا ما عنديش مانع وبعدين يا راجل انت انت كفة انا بصغ فيك ووصلت انك ممكن تقوم الشركة دي على حلالة بعدين احنا بقينا قرايب دي احنا بقينا قال ده انت جوز بنتنا يا راجل ها قلت ايه الحقيقة انا مساعد ما شفتك وانا عايز اتكلم معاك انا حاسة انا مزنابة في حقك انا كنت خايف عيني تيجي في عينيك يلا زينب اللي فات مات لا اللي فات ماتش ولا عمره يموت ابدا انت ليك حق ولازم تاخده هارف يا عبدالله انت من ساعة ما شفتك وانا عمال افكر لازم اوصل لنتيجة عشان انت تاخد حقك وكل ما اوصل لحاجة اقول لا 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 ده لا يمكن يرضي عبدالله تضيح حياته في السجن بصراحة انا زعلانة من نفسي قوي صدقني ساميرا هقالي انت عملت كده وانا عمت على عمره والله وانا عمرك زيبت عليك يا عبدالله لا طبعا انا برضو كنت مفكر بقول مش ممكن زينب تبيعني البيعة انا بيعك انا بيع الدنيا كلها ولا بيعاكش يا عبدالله ده اللي بيننا كتير قوي والله كان غصبا عني مهمة زينب تي عاوزة بني ايه بالضبط انا ضميري مش مستريح ونفسي اردلك حقك ازاي العز اللي هو فيه واللي انت بيه واللي انا فيه منكرش كل ده لازم يكون ملكك انت يا عبدالله مش ملكة حد تاني والفلوس اللي اتسجنت وضيعت عمرك بسببها ولولاك انت شلت القضية كان زمانه بقى هو اللي مسجون زينب انت عملت لف ودوري من الصبح قولي يا عزي ايه بالضبط مجي انا عايزك تعيش اللي بقي من حياتك وانت مستريح ازاي ازاي قوليل وانا عمل ده انا هقولك بس تصدقني صدقني يا عبدالله انا بقولك ده لمصلحتك عشان انت ليك حق ولازم اردلك حق هروح من ربنا فين لو فضلت سكتة كل ده صح يا زينب من الواضح ان انا ظلمتك قوي زينب سامحين انا ظلمتك كتير كل فترة اللي فاتت دي وانا ظلمك فعلا انتي مظلوبة وقد ترقال في خيرك من الاخر كده انت عايز تقال انه متحت هيتجوز مروة لا هو مش جواز قوي يعني هو في حاجة اسمه جواز ومش جواز ايه جواز يا سيعة هي في الحقيقة سيعة بس بشكل شيك شوية كده عشان صحبتك متزعلش وتدايق هو انت عارف اللي انت بتقوله ده اسمه ايه؟ اسمه فلوس وراسيت في البنك ايه ويا ماما تفتكر ان صحبتك دي سهلة دي بترسم وبترسم على كبير قوي كمان اهم حاجة بقى في اللي هي بترسمه ده ان احنا نبقى وراها لكننا احنا اللي رتبناله وهي بترسم على ايه بقى؟ صحبتك عارفة ومتأكدة ان متحد بيه ما بيطيقش عاجة اسمها وجيه وعارفة ان وجود وجيه في الطريق هيخلي متحد يتجنن ويتجوزها رسمي عشان موجيه ما يفتكرش ان هو انتصر عليه وخطف منه المزة يعني؟ يعني هي كده كده نوياها نوياها اهم حاجة ان احنا نبقى وراها نفاهم متحد بيه ان احنا ليلنا دماغي البنية وزهلنا له الليلة دي ونطلع بمصلحتنا هي بقى عرفت تزبط تزبط ما عرفتش ملناش صالح هو انت فاكري ان انا ممكن ابقى لك صحبتي؟ صحبتك ممكن تبيعك يا حبيبة قلبي ذات نفسها صدقين انا لا انا شو صدقنا حضرتك كلمتاني هلازم؟ ايه طبعا انا بسطة جدا طمام طب معلش انا اسفة استأذنك ممكن شو اكلمك؟ اوكي باي باي صباح الفل متى اللي جبك هنا؟ دي مقابلة اقولك صباح الفل طيقي اللي جبك هنا؟ احمد انا هنا ما كان شغلي ولو سمحت انا مش عايزة مشاكل مشاكل ايه يا بنتي؟ ولا جي هنا عشان اعملك مشاكل؟ انا انا بس جاء عشان افهم تفهم ايه؟ اصل وجيه اللي انت شغلة مع ده جامد قوي علاقاته في البلد واصل لابعد حد بصراحة يعني استغربت ان انت ممكن علاقاتك توصل للمستوى ده فقولك يعني اما ابن عمتك وحبيبك محتاج يعني انه استفيد بالعلاقات دي اجليك مش هترفضي ولا ايه يا مار وانا بقى المفروض ايه؟ اصدق الكلمتين دول؟ وحلياتك عندي يا ماروزة ما اقولك كده انا هكتب عليك في ايه ده هو اللي